بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا خلاص اتفقنا مع بعض على ان حلقات يوم السبت هتبقى حلقات احنا عنصطلح على تسميتها حلقات اصحاب السعادة اللي هم مين اصحاب السعادة؟ الأزواج، الزوج والزوجة هنتكلم ازاي نقدر نرتقي عشان نوصل الى السعادة الزوجية وعشان كده احنا بنختار في يوم السبت ده الاشياء اللي تزود التوافق الزواجي عندنا لغاية ما نوصل للسعادة وهنختار حاجات بتعبر عننا حقيقية وحاجات من جو حياتنا زي مثلا ما هنتكلم النهاردة واحنا بنجاوب على سؤال هو ينفع الحب لو مات ان يرجع تاني ويحيا ويبقى يعيش معانا ويجمل حياتنا ويطلع احسن ما فينا زي ما كان قبل كده بس هو سؤال طب ليه احنا بنكلم عن الحب عشان قوله تعالى ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها واجعل بينكم مودة ورحمة يبقى في مودة ورحمة والحب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سألوه من احب الناس اليك قال عائشة يبقى اذا الحب ركن ركين في الحياة الزوجية ومحدش يستهين بالحب ولا حد يبالغ في نوع من انواع الحب فيفسد الحياة الزوجية ان جيتوا للحق يعني انا شفت ناس بتتحمل مصاعب الحياة الزوجية عشان الحب وفي نفس الوقت شفت الناس بتخون بدعوا ان ايه محتاجة حب وانا شفت كمان ناس بيفضل حياتهم ملهاش طع عشان بيبحثوا عن الحب الحب مهمة في الحياة الزوجية جدا فلازم نعرف نجاوب على السؤال المهم ده لو الحب مات في الحياة الزوجية ينفع تاني يحيا ويرجع ينور حياتنا زي مكان الجواب اه بس قبل ما نسأل هو لو الحب مات مش نتأكد الاول ان الحب مات ولا لا ايه ده احنا ممكن نظن ان الحب في الحياة الزوجية مات وهو ما ماتش اه طبعا ونزاك احنا لازم نفحص زواتنا هل لسه فيه حب بيننا ولا لا يعني لسه فيه حب من بين اصحاب السعادة الزوجين ولا لا انا بالدراسة كده وجدت ان فيه بالزبط كده عشر علامات عشر مقيس كده لو موجود واحد منها يبقى لسه الحب موجود ولو كان فيه ادنى مستوياته انا بسميها مستاط الحب العشر حاجات دي لو نديهم كل واحدة عشر درجات هيبقى الحب من مية فنخلي كل واحد من دولة بناخد فيه درجة من عشرة فنعرف مستوى الحب عندنا قد ايه ايه العشر حاجات دي اي حاجة من دية لو هي موجودة ما ينفعش نقول الحب مات لكن نقول الحب في ادنى مستوياته ومعنى ان الحب في ادنى مستوياته عن ايه زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم اذا الحب ممكن يزيد حضرت النبي اللي قال لنا كده ايه بقى العشر علامات دولة اول حاجة بقاء اللي احترموا التقدير هو لسه بيحترمها وبيقدرها وهي لسه بتحترمه وتقدره لسه مش قادرة تتكلم عنه كلام وحش قصاد الناس هو مش قادر يتجاوز في حقها لما تيجي تسأله اه يقولك دي ام الاولاد هي تقولك اه اصلا هو في الاخر خالص مش هنفضح نفسنا الحب لسه فاطل ما تكذبوش على نفسك الحاجة التانية إنه هو ما وقعدين في البيت يبقى فيه لمسات إنه هو يحاول يسلم عليها يحاول يطبطب عليها يحاول في بعض الأحيان يقبلها هي تحاول تقرب منه وتقعد قريبة منه اللمسات تاني حاجة لازم نشوف قد ايه بيعبره عن الحب لو فيه واحد بيعبر عن الحب يعني واحد بيعبر عن الحب يعني ايه واحد بيقول إن أنا مشتقلك واحدة بتقوله انت غيبت علينا كتير كده ليه آه يبقى الحب لسه موجود حضرت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة تقوله والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله وفي التعبير عن الحب عن الكلمة عن حاجات كتيرة إنه إحنا عندنا إحنا الآن بس بنوضع قواعد للكلام عن قضية الحب لأنه ما ينفعش إن قضية مهمة زي دي ناخدها في حلقة إحنا هنتكلم عن الحب مرات تانية كمان ما ينفعش واتنين بيتكلموا عن المستقبل المشترك إنه هم ها يعملوا حاجة في المستقبل ويكون مفيش بينهم حب بدل بيتكلموا وبيتكلموا عن المستقبل المشترك وأنا دايما لما بيقولي في الأمور الزوجية قال لهم خلوا بالكم إنه إحنا لازم نتكلم عن إيه لازم نتكلم عن المستقبل والسعادة مدام هم الاتنين بيتكلموا عن المستقبل المشترك أو حد فيهم بيتكلموا عن المستقبل المشترك يبقى ده الشخص ده هات لسه عنده حب كمان العلامة الخامسة اللي بتدل على الحب بيحفظوا أسرار بعض مش عايزين فضايح آه صحيح إنه مش عايزين فضايح بس إحنا ما زلنا بنحب بعض العلامة الستة العطاء والتضحية يعني إيه العطاء والتضحية يعني لو واحد إيه اللي حاصل هو وزوجته لسه بيصرف عليها لسه هي بتحاول توفره من فلوسه لا 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 كده يبقى فيه حب لإنه إحنا بنشوف لما بيقش فيه حب بيقى فيه انتقام وفيه إهضار للموارد وفيه محاولة لأخذ الحق لكن لو لسه فيه عطاء كل واحد بيدي للتاني أنا عارف إنه انتو بتقولوا آه ما هو مش لازم ده أنت أصدق على الحب الكامل اللي بياخد درجة مية من مية لكن مدام العلامات دي موجودة إنه لسه فيه عطاء لسه هو بيصرف عليها لسه هو لما جاء أسألها هو بخيل معاكي ولا لا ولا لا تقول لي جيت للحق يعني هو مش بخيل بدل هو مش بخيل عليكي يبقى لسه بيحبك بدل هي بتحفظ مالك يبقى هي لسه بتحبك بعد كده أنا عارف إنه في حد يقول لا 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 واحدة واحدة بس واحدة واحدة قيموا الحاجات بطريقة مختلفة أنا عارف إن الناس لما تبقى زعلانة من بعض بتبقى همها إن هي توصل لشرك حياتها إن أنا ما بقتش أحبك عشان يقول لها إيه ده أنت نور عيني ده أنت حبيب تقلبي فيقول لها زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة قال لها إيه قال لها ببساطة خالص كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقه تفرح يا بقى العلامة السابعة من علامته بقاء الحب الدعم وقت وقت الاحتياج لما حد فيهم يحتاج يلاقي التاني جنبه يقول لك أنا بعمل الكلام ده بيدفع إنساني أنا بعمل الكلام ده بيدفع مش معقولة يعني في الأخي خالص بينا عشر آه بيبقى أنت بتحبها الحاجة اللي التمنى العلامة التمنى متابعة الأخبار يجي للأولاد ماما كان عاملة النهاردة يعني ايه كانت زعلانة ولا مبسوطة ولا ايه آه لا كانت مبسوطة طيب يروح فرحان لسه بيحبها هي تقول تقول أنت عملت النهاردة في الشغل أنا بسأل بس عشان ما تفتكرش إن أنا رجعت أحبك تاني ده أنا كل الحكاة بس بسأل عشان بسألت بأموري البيت متابعة الأخبار ده نوع بيتدل على بقاء الحب حفظ الغيبة بقى لما هو يكون غايب في حد تكلم عليه أمها أو حد لا أنا مش عايز أتكلم عنه لأنه أبو أولادي لا أنا مش عايز أتكلم عليها لأنه في الحياة يعني هي برضو عملت أشياء جميلة في حياتي آه لا لا لسه بيحبوا بعض رقم عشرة الحنين للذكرات السعيدة إنه يبقى عندهم حنين لما تيجي تمر للذكرى السعيدة بينهم همما لاتنين يبقى إيه اللي حاصل يبقى هو يحصل كده الجمال واللطافة والحلاوة آه لسه بيحبوا بعض لما يقسوا بعض بقى على ده هيجدوا حق غريبة قوي الدرجات دي احنا مش عندنا درجات حب وكره عندنا كده طفل الحب احنا ما عندناش واحد لا إما بيحب لا إما بيكره وسعيدة الستات بتعبر ده لكن هو مش حب لا ده عندنا طيف الطيف في أقصى اليمين في الحب واحد بيحب حده وبيدوب فيه وبيعشقه وفي أقصى اليسار الكراهية طب وفي النص تخيل في النص في حاجة بيمر بيها كثير من أزواج اللي هو إيه بقى اللي هو حب ولا كراهية طب ويمين الوسط يمين الوسط ايه بحبه اللي هو رحين ناحية الحب بقى بحبه ويريت بيحبني يبقى هناك أقصى حاجة بحبه وبيحبني وقبلها بحبه ويريت يحبني وبعدها قال لها حب ولا كراهية نيجي بقى هناك الكراهية قبلها ايه بقى ده واجعني ومش قادر أحبه يبقى عندنا هو الطيفة هو قال لها حب ولا كراهية في المنتصف على اليمين على يمين الوسط ايه بحبه ويريت يحبني زي ما بحبه في أقصى اليمين بحبه وبيحبني وفي اليسار إيه اللي حاصل بيوجعني ومش قادر أحبه في أقصى اليسار بكراه انا بقول ليه الطفدة عشان نقدر نقيس نفسنا نقيس نفسنا بشكل صحيح لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الحب يزيد الكلام اللي بقول لكم دي دي مفاهيم أساسية اعتبروها حقائق عن الحب مش هي مش اعتبروها هي حقائق عن الحب بقولها لكم ليه لأن الحب مش عيب بس لازم الأول خالص كمان نعرف أن الحب ده أنواع احنا كل المشكلة عندنا احنا عندنا الحب ببساطة خالص لازم يبقى هو الحب الرومانسي بس الحب أنواع أول نوع من أنواع الحب بيقابلنا في حياتنا حب اسمه حب الفطري اللي هو الحب للأم حب للأب بس الحب للأم هو الحب الأول وعشان كده الحب الأولاني ده اللي هو حب حب الأم ده بيبقى الإنسان ما عندهش شيء يقدر يتحكم فيه فيه هذا الحب بيحب أمه وعشان يخرج من الحب ده محتاج أعمال صعبة ولذلك الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل حب الوليدين دول دليل من أدلة البقاء على الفطرة وبعد كده يجي الحب الرومانسي بقى الحب الرومانسي اللي احنا دايماً بنعبر به عن الولاة والهيام وده يجي بعد كده الحب الطبيعي اللي هو حب الألفة بقى إن بعد ما نقعد مع بعض كده نقلف بعض نقلف بعض فيبقى الحب كأنه شيء ماشي بيسري في حياتنا وأعلى درجات الحب بقى اللي هو الحب إيه؟ حب المودة عارف ده زي إيه؟ زي درجات كده هو التوافق عندنا توافق وبعد الرضا وبعدين سعادة فيبع عندنا أنواع كتير للحب أنا بأتكلم على الحب اللي بيمر علينا في حياتنا بأتكلم عن الحب باعتبار المسيرة بتاعت حياتنا حب فطري حب رومانسي حب ألفة حب في الآخر خالص الحب اللي احنا بنكلم عنه اللي هو الحب إيه؟ حب المودة بقى اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيجعله في قلب النسان اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما رزقت حبها اللي هو إيه؟ المودة المودة الحب اللي بيفضل طول الحياة ولذلك في حقيقة بقى ربعة لازم نعرفها احنا أول حقيقة إن الحب اللي احنا بنقول عليه مات ممكن ما يطلعش مات ممكن يكون إيه؟ في أدنى مستوياته طب نعرف إزاي إن الحب ماتش بالعشر على مات بعد كده قلنا إن فيه طيف طيف للحب واتكلمنا على اللا كراهية ولا حب وعلى يمينها بحبه واتمنى إن هو يحبني وفي اليمين وفي أقصى اليمين بحبه وبيحبني ولا حب ولا كراهية على يسار الوسط فيه وجعني ومش قادر أحبه وفي الأخ خالص الكراهية بعد كده رحنا نتكلمين على ماذا؟ على مستويات ودرجات الحب من أول حب الفطري الحب كمان الرومانسي الحب الطبيعي والمواد ده هما بيقولوا إنه إيه بقى؟ في حقيقة كده هما بيقولوها يقولوا إن الحب الرومانسي ده هو بتاع ثلاث سنين لكن إحنا بنقول لهم لا إحنا تعلمنا إن الحب ممكن ينتد طول الحياة طالما إحنا بنتحاب زي ما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي قال ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم وحضرة النبي يقول المرء مع مع شاف دي مع يعني صحبة وعشرة المرء مع من أحب عشرة الحب دي طيب إحنا عرفنا من حضرة النبي إن الحب بيأتي بالتحب طب هو الحب دي لمكونات آه القعدة الرابعة اللي إحنا بنتكلم عنها إن الحب لي مكونات الحب كده عمل زي الهرم كده إيه حكاية الهرم ده العرم دوت بيقول لنا إن القعدة بتاعت الحب دي هي الأمان الحب قعدته هي الأمان ليه قعدة الحب هي الأمان قال لك مش حضرة النبي قال ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أيا رسول الله نعمل إيه قال أفشوا السلام بينكم وكأن السلام إن أنا مش بس أقوله السلام وعليكم وعليكم السلام ولكن السلام إنه هو يحس بأمان فالراجل يحس بأمان والستة تحس بأمان إيه ده؟ والراجل بيحب إنه هو يشعر بالأمان كمان؟ أه طبعاً الراجل عايز يعيش يحس بأمان إنه هو في عين زوجته إنه هو راجل إنه هو إنه هي شايفاه إنه هي مقدراه إنه هو بطل في عينيها إنه هو حميها اللي هو زي ما التعبير العامة عندنا بأنيها أنيها يعني إيه؟ هي كهفها اللي هي بتحس بيه بالأمان هو ساعتها يحس بالأمان هيحس إنه مش هتفرقه هيحس إنه هي تفضل معاه وكمان هي لازم تحس بالأمان تحس إنه هو مكتفي بيها تحس إنه هو شايفها أميرة زي ما هي شايفها بطل هي وهو شايفها أميرة ما بيقرنهاش بحد فتحس بالأمان ولا بيهددها ما يقولهاش كلام مش كل شوية يهددها بالطلاقة يبقى أول قاعدة الحب دي هي الأمان وبعدين فيه ثلاث أضلع بقى عشان الحب ده تيبقى إيه؟ مسلس كده هارم حلو قوي إيه الثلاث أضلع ده؟ الثلاث أضلع الاهتمام والاحترام والتأدير القواعد اللي احنا قلناها دي قواعد أساسية في مسألة الحب قاعدة علامات بقاء الحب القاعدة التانية اللي احنا تكلمنا عنها هو إن الحب ليطيف القاعدة اللي بعد كده درجات الحب لغاية المواد ده الحاجة الرابعة اللي احنا تكلمنا عنها هو إيه مكونات الحب طيب عندنا بقى حاجات عندنا تحديات فيها جدا جدا إيه هي بقى إحنا هتكلم على بعد كده في الحلقات الجاية عن الكلام عن قضايا مهمة ده مش من قبيل التشويق لكن من قبيل اللي احنا هنعمله زي مثلا سؤال هل ينفع أرجع أحب مراتي أو ينفع أرجع أحب زوجي وكان سبب موت الحب عندي اللي انا ما سميه موت سبب انخفاض الحب عندي هو الإهانة إنه أهني وكسر قلبي وجرحني طيب هو ينفع إن أنا أرجع تاني والحب يعلى وهو أصلا أزاني بإن هو بص لحد تاني أو هي أزتني وبصت لحد تاني هو ينفع يبقى فيه حب والشخص بيكذب بيعبر عن الحب وهو مش باين على أفعاله إن هو بيحبني هو ينفع إن الحب ده يحصل بعد ما هو حاول يعود تأصيري معاه بإن هو يسمع لكلام حد تاني يقول له إن أنا بحبك عشان يعود تأصيري في التعبير له عن الحب قضايا ومسائل عن التكلم فيها حد يقول لي طب وإنت بتتكلم عن ده ليه؟ لإن أنا بتتكلم عن أوجاع الناس وما نقدرش إن إحنا لازم نتكلم عن الحب نرجع تاني عشان يبقى الحب بوابة من بوابات الإيمان إزاي كلام ده؟ أنتوا مش عارفين إن حبكم لزوجاتكم وحب الزوجات لأزواجها ده نوع من أنواع أن الإيمان يزيد وينقص قالوا إزاي كلام ده؟ حضرت النبي لما قال إنما رزقت حبها كان حضرت النبي بيقول إيه؟ أن حب السيدة خديجة بيوصلوا لحب ربنا يا أنا ربيض يعني أنا لما أحب زوجتي أخذ حسنات زي ما حضرت النبي أشار إلى ده بدقة قالوا أياأتي أحدنا زوجته ثم يكون له أجر قال أرأيت إن وضعه في حرام؟ نفسي الكلام ده قاعدة كده في الحب كده قاعدة في الحياة الزوجية أرأيت إن وضع حبه في حرام؟ يبقى الحب اللي أنت هتحبه لزوجتك هو حب حلال ودريع على ذلك شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمة ترفعها إلى في زوجتك صدقة يعني إيه؟ حبك لمراتك وتعبيرك عن حبك لمراتك بالأفعال إيه اللي حاصل؟ عبادة لله يبقى الحب ما بين الزوجين ما بين أصحاب السعادة عبادة طب نعمل إيه؟ جراءات سريعة لغاية ما نكمل في حلقة الأسبوع اللي جاي نتكلم عن ده مساء البسيطة جدا جدا من النهاردة لو سمحتوا معبروا لبعض عن الحب يعني هيقول لي زي قل لا أنا بحبك وأنا مش حاسس بده ما هو أنا زي ما قلت الحب يأتي بالتحب يعني كل ما تعبر أفش السلامة بينكم إيه اللي حاصل؟ النهاردة خلينا ناخد ارتباط الحب بالعبادة إن احنا نبتدي التعبير عن الحب ثلاث مرات في اليوم نقول لأولادي ونقول لأسرتي ونقول لزوجتي بحبك بحبك لأن أنا بحب ربنا وانت نعمة من نعم ربنا فلازم أحبك لأنك انت نعمة من نعم ربنا لازم تقول لي نفسك كده لازم تقول إن الجواز ده نعمة من نعم ربنا لأنه هو اللي ادهو لك يبقى أول حاجة نبتدي النهاردة نعبر عن حبنا لأزواجنا وزوجتنا حتى لو ما وجدناش المردود اللي احنا عايزينه لأن المردود هيجي لما الحب يتحول إلى أولفة ويبتدي يغازل قلوبنا ويقول ما تيجي نعمل كده حاجة لطيفة تعالوا النهاردة كمان بعد ما نقول لنا نقول شركاء حياتنا لأصحاب السعادة إن احنا بنحبهم تعالوا نعمل حاجة كمان حاجة بسيطة كده من الحاجات اللي هم بيحبوها زي ايه؟ زي هو لو بيحب يشرب مشروب معين نعمله له زي ما هي لو بتحب إننا نرتب معاه وأطبق معاه الغسيل أعود عما أطبق معاه الغسيل لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بواجه ينطلق ودي التالتة لو سمحتم ابتدوا تبسموا في وجه بعض مش عايز نحرج نفسنا ونسأل نفسنا ايه آخر مرة تبسمت في وجه صاحبة السعادة ويه آخر مرة تبسمت في وجه صاحب السعادة خلقوني نعمل الإجراءات دي وإن شاء الله ربنا يجبر بخطرنا ويسع علينا ويتجلى علينا بالجمال من أن الحب كله جمال واللي عيحب ربنا عيجمل قلبه بأنه هو يحبه سبحانه وتعالى فاصل ونلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم من مباركة مباركة ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي احنا في الحقيقة بنسعد وبنتنور وهننتظر من هنا ورايح بقى كلامكم وتعليقاتكم على حلقاتنا خلاص اللي حلقاتنا بقت حلقاتكم احنا دلوقتي بنتكلم على حياتنا بنتكلم على إزاي يكون الحقيقة الأساسية في هذا الدين إن الدين دين حياة في قوله تعالى كل إن صلاة ونسكه وما حياة وما مات لله رب العالمين احنا بقى عايزين ننتقل من الصلاة والنسك من العبادة إلى الحياة ونعيش بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في حياتنا الزوجية إلا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رفعها في مقام علي فخلاها صلى الله عليه وسلم إيه؟ خلاها سبب من أسباب مجورة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي يبقى إلا عايز يبقى قريب المنزلة من حضرة النبي يكون خيركم لأهلي معنا أمو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي يا حضرتك؟ نعم وفضل الحمد لله كنت عايزة أسأل حضرتك في أم وزايت كان عندها أكدين فدان فوزايتهم على الحياة عينها أم عندها ولد وبنتين فإديت تمن فدان لولد وبنتي نصف فدان والبنت التانية قالت لها لأ اكتبهولي فتوفاها الله ونصف تكتبه بعد على الكلام ده حوالي عشر سنين أه وبعدين البنت اللي أتلاك تبين لنصف الفدان دي توفت روخرة وراء أمها أولادها ما طبعا الخناء بيبقى في الإحفاظ دايما أيوة فالحل إيه؟ ولا حاجة البنت اللي ما تكتبلاش حاجة دي اللي فضل ده توزع مراس صح كده؟ تمام اللي فضل من الأم توزع مراس وخي أخذت جزء من هذا المراس لأن خلاص هي كانت عايشة بعد وفاة والدتها صح؟ تمام فاللي خدته ده هو ده اللي تستحقه ما تستحقش اللي كان باقي من بعد توزيع أمها يعني مثلا على سبيل المثال هي ما كانتش تستحق ربع ما كانت أمها تملكه لا هي اللي استحقته اللي ورسته بعد وفاة والدتها ومش من حق الأولاد إن هم يطلبوا إن هي عشان يبقى في عدل زي مدت لبنها النص ودت لبنتها نص نص بنها يبقى هي كانت لازم تدي النص التاني لبنتها اللي طلبت منها إن هي تكتبه وما كتبتهوش بدل ما كتبتهوش يبقى هي من ملكتهوش ولذلك هو تحول إلى مراس يبقى الحل إيه؟ الحل على الوضع اللي إحنا فيه ده البنت ورثت مع أخوتها وما كانتش لها حق إن هي تاخد التركة اللي فضلها لأمها أبدا هي خادت حقها من المراس تمام كده؟ معانا الأستاذة سلمة أستاذة فاتن معانا الأستاذة فاتن السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي أنا أول أنا معالك متوترسة أول مرة أقصد بجرنامج أهلا وسلام فوق رأسي أنا بحب حضرتك جدا بحب أسمعك وعندي سؤال أول حالة في الأفكار لما بعمل الأفكار دعاء بتاع اللهم إني عبك ودن عبك أنا المفروض أقول اللهم إني عمتك ما يحدث من هذا الذكر من كلام يوصل إلى تليين القلب والإقبال على الله سبحانه وتعالى والوصل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت بتقولي على سبيل الذكر بتقولي زي ما هو لو كنت بتقولي بقى على سبيل الدعاء لا أولي بما يتناسب مع ضمير الأنثى فتقولي أو ما يتناسب بوصف الأنثى اللهم أنا أمتك كده صح يبقى لازم تقولي أنت بتقولي كذكر تقصد بي أن أنت تكوني من أهل الذكر ولا أنت بتقولي دعاء عشان ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك ويفتح عليك خلاص؟ أستاذة مروى عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مرحبتك يا شيخ نعمة الحمد لله بقولي حضرتك هو أنا مقبرة على خدمة أهل الذك طيب أجاوبة لحدتك ده سؤالي أولاني السؤال الثاني هل الشرق الجوز جاء بهالي ليه الحق أنه هو يأخذها وما يرجع لها ليش تاني؟ أنت دلوقتي بما أنك أنت بتكلمي عن أهل زوجك يبقى أنت خلاص اتجوزت وحصلت الدخلة وكل حاجة صح كده؟ تمام طيب أجاوبك على طول أو دلوقتي السؤال الثالث حضرتك طيب السؤال الثالث هي السلسة الرحم تقتصر على السليفون بس ولا الزيارات طيب سلسة الرحم وكذلك هقول لحضرتك السؤال الأولاني بتقول لي هل خدمة أهل الزوج واجبة؟ خدمة أهل الزوج مش واجبة عليكي لكن ودي الزوج وحسن العشرة مع الزوج واجب عليكي عشان بس محدش الستات بتجري على طول وتقول إيه ده؟ لا أنا بقول لحضرتك أن أنت لو مش عايزة تخدمي أهل زوجك حسن علاقتك بزوجك عشان أقرب طريق لقلب جوزك أهله أنا دايما بقول أهله مش معدده معدده ده أقرب طريق للقبر لا كل مع التخنيه ويجيله ويجيله أمراض لا فأقرب طريق لقلب جوزك أهله فأنا بقول لك إيه؟ خليكي حكيمة آه مش واجب عليك يتخدمي أهل جوزك عشان بس الناس اللي هم بيكلموا الناس لأن البيوت ما بتتبنيش على الحقوق الواجبات بس البيوت بتتبني على الفضل الحقوق الواجبات دي لما يبقى عندنا قاضي قاضي لما نروح للقاضي لما نروح في النزاع إحنا مش منتنازع إحنا بنبني حياتنا لأن إحنا بنحب بعض فإذا كنا بنحب بعض فلازم الحب يصنع حياة جديدة حياة مختلفة فعشان كده بتسأليني هل أهو كلام واضح هل يجب علي خدمة أهل زوجي الجواب لا بس خلي بالك أن أنت محتاجة للمواد ده والرحمة مع زوجك فإزاي هتوصلي القلبه من غير ما تحسسيه أن أنت بتكرهي أهله قولي له قولي له أنا والله نفسياتي مش قادرة ولكن أنا بحبك وأنا أستطيع أن أنا أخدمهم على أنهم مسلمين بما أستطيع لكن الخدمة اللي بكراهه والإجبار دي أنا مش قادرة عليها نفسياتي مش قادرة عليها كلمي مع جوزك عشان يبقى إيه ويجعل بينكم مودة ورحمة عشان يبقى فيه مودة ورحمة هو يحس بيك قولي له زي ما أنت كده أنا ما أقدرش أكبرك أن أنت التعامل مع ابن عم اللي أنت ما بتحبوه لأن أنت شايف أنه هو مش جاي على نفسك ولا أنت شايف أنه هو إنسان مناسب أنا ده شعوري مش لأن أنا بكرهه لكن أنا ما بحبش نمط حياتهم أنا ما أقدرش أعمل كده وده مش إساءة ليهم أبدا أنا كده فدي نفسياتي فتعالا نتفق على أننا نفضل نحب بعض وأنا أوعدك أن أنا أستطيع أن أنا أطور من نفسي واجعل أهلك هم باب من أبواب إقبالي على الله كلام حلو ممكن يوصلنا إلى المحبة يوصلنا إلى حسن العشر مسألة الشابكة بدل تم الدخول للشابكة بتاعتك كلها خلاص لأن الشابكة جزء من الصداق جزء من المهر السؤال التالي سنة الأرحم بتكون بالاتصال بس؟ لا سنة الأرحم بتكون بكل نوع من أنواع الخير والبركة فكل دوات أصلا نوع من أنواع سنة الأرحم أستاذة سمر تتفضل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس حضرت الشيخ أنا عايزة أسألك على سؤال تفضلي أنا والدي المتوفي بقاله دلوقتي شهرين الله يرحمه إن شاء الله ربنا يجعله في سعي الجنات مراته ولا أي حاجة بس بنت عمي هو كان عايز مع بنت عمي بقاله 13 سنة نعم بس هو ما كانش لي معاش ولا أي حاجة بنت عمي اللي كانت متكفلة بكل حاجة لأن أنا متجوجة وإخوتي كل واحد في حاله طي جت هي جابت له تليفون قبل ما يتوفى بحوالي ثلاث شهور هي جابت له له هدية جي هو وتوفى وما استعملش التليفون ده إخوتي خدوه وبعوه وقاله نقسم فلوسه ده كده اعتبر ورث الباب صح ده جاء الشرق أوه ده كده صح جي ده صح آه بس يا سمر بس يا سمر إحنا كل ما ينتقل بالكسب الصحيح لشخص ومات عنه فهو قد أصبح ملكا لا فمات عنه تحول إلى إيه إلى تركة وتحول إلى تركة يخلفه عنه ورثته فيه يعني إيه أنا دلوقتي حدي أهداني الكوب ده خلاص بقى بتاعي بدل دخل في ملكي خلاص إذا حصلت وفاة يبقى على طول دوات إيه بقى يبقى دوات يتحول إلى تركة وميراثة فاللي أنت بتقول إيه دوات فده اللي هي الدتو ده الهدية والهبة نوع من أنواع الكسب الحلال الصحيح الذي يجأ الذي يورث ويترتب عليه الملك الملك الكامل فوصاع أصبح مالك لهذا التليفون ويبقى ده جائز أنه هو يتحول إلى تركة مش جائز هو يتحول إلى تركة بمجرد الوفاء ولزيك اللي حصل منكم ده جائز شرعا وليس لبنت عمك الحق في أن هي تطلب أن أنتوا ترجعوا لها تمن هذا المباية بعد الفاصل نكمل أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة ومعانا إلى أستاذ أحمد اتفضل يا أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي واحترامي حضراتكم وفريق العمل وأجعل الله هذا الجهد الموفور النسكوط في ميزان حسنتكم حضراتكم وفريق العمل يا رب ان شاء الله ورق أمنيتنا أن يزيدك الله من فايدة علمه دائما يا دكتور عمر الله يبرك في حضاكا والسزاة ما حضرتكم أحمد عروج أرض الجنين غير بشبرى الخير أهلا وسهلا شكرا يا دكتور رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلى عليه صحيح عليه الصلاة وأسكى السلام من قبيل أمته صحيح فكيف نصلي على رسولنا الحبيب المكتبة صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه وما هي أفضل صيغة محببة إلى قلب رسول الله نصلي عليه بها طيب أجاوب على حضاكا أستاذ زح السؤال بيقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيحبنا أن نصلي ليه لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيه أقوال كثيرة بس أنا أقول لكم القول اللي أنا بحبه حضرت النبي لماذا يحب أن نصلي عليه قال حضرت النبي يحبنا أن نصلي عليه لكي ترتفع درجتنا ونقترب من مقامه صلى الله عليه وسلم ونكون معاه لأن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا شفاء يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لماذا؟ لكي تكتمعوا تحت أنوار إن الله وملائكته يصلون على النبي لأن من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشر يبقى حضرت النبي أراد أن نصلي عليه ويحب أن نصلي عليه عشان نكتمع تحت أنوار ماذا؟ صلاة الله علينا فيصلي الله سبحانه وتعالى على حضرة النبي ويصلي فيجمعنا مع الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فنزداد نورا ونزداد قربا من حضرة النبي يبقى حضرة النبي مشتق إلينا فيحب أن نصلي عليه لماذا؟ لكي يجمعنا ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى علي أحد ما سلم علي أحد إلا ورد الله علي روحي لأرد علي السلام يبقى حضرة النبي بيحب أنه يلتقي بينا فصلتنا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نلتقي بحضرة النبي وتجعلنا نرتقي إلى حضرة النبي بحكتين يبقى صلتنا على حضرة النبي تجعلنا نلتقي بحضرة النبي ونرتقي إلى حضرة النبي يا رب جعلنا من أهل الصلاة وصلوا عليه وسلم وتسليما الله مصلي وسلم وبارك على حضرة النبي حضرة النور الكامل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لينور للإنسانية والبشرية أنوارا ليس بعدها أنوار أنوارا تصل أهل الأرض بأهل السماء هذه صيغة من صيغة الصلوات تدخل الفرح على قرب حضرة النبي ايه أحب الصيغة إلى حضرة النبي الصيغة اللي بتخرج من قلبك لأن الصيغة اللي بتخرج من قلبك هي صيغة تجعل قلبك مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والمرء مع من أحب فإذا كانت هذه الصيغة تجد فيها قلبك وتجدها مليئة بالنور يبقى الصيغة دي في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا ما كانتش عندك صيغة فإحنا دايماً بنقول ممكن نقول الصيغة الصلاة التفريجية اللي هي دايماً بتخلي الناس في سعة وفي بركة وفي نور معنا السيدة أم خالد السيدة مخالد عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك؟ نعم وفضل ورحمة الحمد لله مع لسه أنا بس بك سعيد أتسأل حضرتك عن جزء من أول ما تدوسته وإحنا على طول إهمال في البيت وعلى طول في دماغهم إن القب في الوصف هل أتمنى على حضرتك أمو خالد إن أنت توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفزيون لو تكرمتي علي نعم 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 إحنا وقفين عند الإهمال كملي كنا أمو بدي أتكلمه إحنا إحنا خذنا بعض على حب يعني ده إحنا كتن مخطفين قعدنا أربعة سنين مخطفين وكده ما بدأ لي عشر سنين من جوزة أنا بعاني من الجفاف و أصويتهم معنا حتى كلما أحد تكلمه وإلى أنا كده ليس غير مبيقبلش نصيحة آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ سؤالك لي أعمل إيه؟ لا ما تطلقش طبعاً لكن أنا أقولك تعمل إيه؟ خلاص؟ أستاذة أمه خالد المسألة بسيطة وسهلة أنت عندك شوية إجراءات لازم تعمل إيها أقولك ثلاث إجراءات وبعدين أقولك حاجة تانية غير الإجراءات دي مهم أول إجراء أنا مش موافق أن أنت عمرك ما خرجت معاه أنا مش موافق أن أنت عمرك ما كذا شوفي الوقت واللحظة اللي كان سعيد فيها وشوفي هو كان سعيد فيها ليه؟ لأنه واضح أنا دايماً بقول للناس كده الناس اللي بياخدوا بعض عن حبه بيكونوا بيحبوا بعض بيبقى سقف التوقعات عالية أن احنا نفضل طول الوقت في الحب يعني إيه؟ نفضل بصين لبعض كده وحسين بالمتعة وحسين باللزازة وحسين بالجمال آه بس هو في الآخي خالص مطالب أنه ينفق عليك إيه وقت تتصرعي؟ وهو تتصرعه أن أنا دلوقتي بظلم جزء علي بنصر جزء علي أبداً أبداً أنا عايز أقول لها شوية حقائق عشان بعد كده أقدم لها النصيح يبقى أول حاجة شو في حاجة كنت بتساعدوا لما بتعملوها وخلوا بالكم منها الجواز عن حب بيبقى سقف توقعاته عالية سواء عندك أو عنده ولذلك حصلت هذه الملالة حصلت ملالة ليه؟ لأن في الحقيقة أنتوا كنتوا لازم تدوروا وتفهموا أن في حب تاني غير الحب الرومانسي اللي هو حب الإيه؟ حب الألفة حب العشرة أن أنتوا تجدوا أعمال مشتركة تعملوها مع بعض يبقى تاني حاجة طالبها من حضرتك شو في أعمال مشتركة تعملوها مع بعض تالت حاجة طالبها من حضرتك اتفقي معاه على أن يكون هناك خروجة كل أسبوع لمكان أنتوا مش هتروحوا تاكلوا فيه لكن هتروحوا تعملوا إيه؟ تروحوا تشربوا فيه حاجة كل الحاجات دي أتقرب منكم لما يحصل الكلام ده ولما تيجوا تخرجوا مع بعض ما تخرجوش أنت والأولاد أخرجي أنت وهو بس وقولي له أن أنت هتوفري كل حاجة كل حاجة هتوفريها بحيث أن أنت تخرجوا مع بعض على طول طيب الحاجة التالية بقى اللي قلتلك بعيد عن التالك حاجات اللي أنت سريعة ممكن تعمليها دي هتي وتعالي على مركز الإرشاد الزواجي في در الإفتاء المصري وهقابلك هناك وقابلكم هناك ليه بقول كده؟ بقول كده لأن دي محتاجة استشارة اللي إحنا اللي لازم نفهم هو ليه حصل له هذا التحول أنت بتقولي أن احنا كنا متجوزين مع بعض عن حب فإيه التحول اللي حصل فيه؟ في بعض الأحيين بيبقى التحول بسبب أن احنا عملنا حاجات في الخطوبة أو أثناء ما عرفش إيه فطلعنا الحب اللي عندنا كله كله أنا أقصد منه كله طلع منه كله فإيه اللي حصل؟ فما بقاش في حاجة نعملها بعد الجواز في ساعات بيحصل كده؟ أو أن احنا كنت منتظر أنه هو يستمر يدوب فيه بعد الجواز فيظل يعمل لي كل حاجة وأنا أبقى محور حياته وهو إيه اللي حصل؟ الراجل على طول بعد الجواز بتحول إلى اهتمامه بالشغل عشان إزاي يحافظ على استقرار البيت فيبقى إحنا محتاجين نحن نعلمه وعشان كده لما يجينا نعلمه إزاي هو يعبر عن الحب عشان تقدر أنت تكوني مبسوطة واضح يا مخالد فلازم نتكلم ولازم يكون هنا الوقت ده هو وقت ضرورة الخبير ترود المستشار أنه يتدخل عشان يحاول ينقذ الكلام ده وأنا شايف أنه إحنا ما فيش حاجة ما تأخرت آه صحيح أنه بقى أنا عشر سنين بس ما تأخر من بدأ ابدأي وإن شاء الله ربنا يجعل كل خير إن شاء الله يا سيدة احنا النهاردة تكلمنا عن بتدينا الحلقات اللي احنا بننتجاوب على سؤال هل الحب لو مات ينفع تاني يحيا ويرجع تاني أكيد أكيد وبقولها لكم بقلبه مطمئن أكيد بس ده لما كل واحد فينا يريد لما حد كل واحد فينا يبزل ويكون قاصد ويكون عارف الحقيقة اللي احنا الخمس حقيقة اللي احنا ذكرناها عن الحب ولازم أقول لكم حاجة إن الحب يا سادة عيشة الحب حياة الحب مش كلمة الحب مش فكرة الحب مش حالة الحب حقيقة بنعيشها عشان نقدر نعيشها لازم نكون وعيين مركزين على طول عارفين إن احنا بنعبد رب العالمين ساعتها نبقى احنا نويين على الحب ونويين إن الحب ياخد من تجليات الحي سبحانه وتعالى ويصبح حب حقيقي وحي وعشان كده تعالوا نقول في آخر الحلقة ونختم ونقول الحب هو أمره ممات الحب هو الضي وبلمحة منه في موتك في لحظة تسبح حي هو الخضار والدوى من كل جرح وقاي ولما الغناوي ولما الغناوي بتنشف يسقيها فدا مي ونكون تتهوى الحقايق الأحلى لسه جاي إن شاء الله الأحلى لسه جاي مع حضرة النبي ومع أنوار حضرة النبي ودايما مدد ربنا يملى البيوت يا رب أكرمنا وأمدنا بنورك وجعل بيوتنا محل نظر جمالك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين أمدنا بجمالك في كل وقت وحين